السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلنا سؤال على الجروء على اليوتيوب على القناة تعليمية. بيطلب مننا نحن نعمل اثنين فورم او تلاتة فورم. والاول يبقى فيه بطن والتالت فيه بطن. وفي النص بتظهر النتيجة. نجاوه على سؤال ده ازاي. هنفتح لأول بجول استوديو. وبعد كده نعمل نيو بروجيكت. فايل نيو بروجيكت. وهنختار مثلا اي اسم يعجبنا. برو مسلا. وبعد كدا هنضيف فيه الثلاثة فورم المطلوبين مننا. هنا عندنا بورم وان. هنيجي على برو. اي مين? ونقوله يمين. ونقوله ايد. عايزين نحط في بطن في الفورمة الأولى بطن هذا البطن بتاعنا هو والبطن ده لما نضغط عليه يزود لي متغير بمقدار واحد يعني لما نضغط على البطن ده كده يبقى ده نخليه مثلا إيه يزيد بمقدار واحد وعندنا في الفورمة التلاتة البطن برضو ينضيفه بس لما يضغط عليه ينقص بمقدار واحد كل من يضغط مرة على البطن ينقص ينقص بمقدار واحد والنتيجة تظهر لنا في النتيجة تظهر لنا في فورم تلاتة نضيف كده بطن ادي بطن هاي اللي في فورم تلاتة مثلا وادي هنا ليبل مثلا كده نضيف جنبها كده مثلا إيه ناتك وبعد كده نضيف برضو ليبل يظهر اللي فيه مين إيه ناتك بكل بساطة هنيجي على فورم وان ودي فورم سري احنا نعمل ايه علشان لما نضغط على البطن واحد يزيد بمقدار واحد يعني البطن داي يزود واحد والبطن داي نقص واحد والنتيجة تظهر لفورم تلاتة يبقى عندي فورم وان وفورم تو وفورم سري لازم اعمل متغير يكون مجاله بيتشاف على كل الفورم هاعمل متغير يكون بابلك ويكون داخل مديول علشان خاطر اقدر ان التلات فورمات دول يكلموا بعض والنتيجة بتاعت المتغير تبقى متشافة في التلات فورمات فالطول ارجع على solution explorer على bro click mean add new item المرة ده نقوله ايه هضيف مديول وعرف متغير داخل المديول مثلا اقوله ايه طبعا المتغير اللي بعرفه هنا بقوله ايه public اهو وعرف مثلا متغير اسمه ايه as مثلا integer string ايه زي ما انت عايز لو بفيه ارقام عشرية اخلي ايه string يبقى انا كده عرفت داخل المديول ده متغير اسمه ايه وبالتالي المتغير ده يتشاف فين هيتشاف في فورم 1 وفورم 2 وفورم 3 لما اجي على فورم 1 يزيد بمقدر واحد هعمل ايه بكل بساطة افتع البطن وقوله خلي الايه بيساوي الايه الاديمة بيساوي المتغير ايه الاديم بلاس اي 1 وينقص بمقدر واحد هنا اهو هقوله برضو خلي الايه بيساوي قيمة المتغير ايه ناقص 1 ده بكل بساطة كده ايه عمل طيب الناتج يظهر ازاي هاجي كده على الناتج ادي فين الناتج ادي فورم 2 هاجي على الناتج هنا البطن ده وقوله بعد اذنك خلي ليبل 1 اللي انا عملته عشان يظهر فيه الناتج ليبل 1 ضد التكس اهو يظهر لقيمة المتغير الايه ويطبعها لي داخل الليبل بس عندنا بس مشكلة تانية المشكلة دي ان انا لازم اروح لفورم 1 اعمل زراير تديني امكانية التنقل ما بين الفورم 1 و 2 و 3 فياجي على فورم 1 كده واضيف بطن تاني اهو واضيف بطن تالت اهو كده عندي اتنين بطن البطن ده يظهر لمين ادي البطن ده يقول له ايه خلي الفورم 1 يختفي فورم 1 اللي امي ضوت هايد يعني اخفيني وخلي فور تو ضوت شو وزر لي مين الفورم 2 واجي كده برضو على ادي دي فورم 1 هاي لسه نفيها سيب اكمل برمجة واثنين لنفس التصميم ادي فورم 1 طبعا دي اخلينا بتزر لي مين فور اتنين ودي برضو هتزر لي فورم 3 فورم 3 فاقول له برضو مي ضوت هايد اهو برضو كده اخدها كوبي وفورم 3 ضوت شو يعني الزر لي فورم ايه تلاتة يبقى كده عندي زرارين الزرار الاول هيخفيلي الزرار الاول هيخفيلي مين الزرار الاول اهو هيخفيلي فورم وان وزر لي فورم 2 وبعد كده الزرار بقى كده هيخفيلي فورم وان وزير لفورم سري. نفس الكلام نعمله في فورم تو. نحط زرارين كده تنين باطن. عشان بس اقدر اتنقل ما بين الايه الفورم المختلفة. ادي باطن ثلاثة هي. وادي باطن تو. انا مش مهتم بالتصميم قوي بس انا مهتم بالكود. وهرجع كده على فورم تو تاني اقول له. فورم وان. وهنا ده يبقى فورم سري. هاجي هنا برضه اقول له. مي دوت هايد وفورم وان دوت شو. واروح جاي على الباطن التاني اهو. اقول له مي دوت هايد وفورم تلاتة. هي اللي شو. وبعد كده اجي على فورم تلاتة برضه اضيفها اتنين باطن اهو. ممكن هتخبه بس على طول. بس انا يعني مش مشكلة مش هتفرق كتير. وبرضه هسمي ده فورم اتنين فورم وان. وهسمي ده فور. تو. برضه هوله هنا مي دوت هايد. ودي فورم وان دوت شو. وبعد كده راجعي على ده. هوله مي دوت هايد. وفور تو دوت شو. مظبوط كده. مي دوت هايد وفورم تو. تعال كده نشغل البرنامج. قدني شغلت البرنامج. ظهر لي فورم وان. ادي ضغطة اتنين تلاتة. كده قيمت الاي اي اي بتلاتة. هوله فورم تو. وريني الناتج. قال لي تلاتة. طب لو رجعت الفورم سري. هوله نقص بمقدار واحد. وضغطت واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. كده نتيجة تبقى بالسالب. هات فورم تو. وقل لي وريني الناتج. قال لي سالب تلاتة. ارجع على فورم وان. زود بقى كده وضغط شوية بطار. اهو. وقل له تعالى على فورم تو. هاتي الناتج. قال لي تمانية. طب لو مش عايز ادوس على البطن ده. سهلة. ممكن بكل بساطة. اروح جاي على فورم تو. واقول له خد الكود ده. خد يا فورم تو ايه. اقول له خد الكود اللي موجود في اللي بول ده. اللي هو اللي بول وان دوت تيكست كزا. وحط هالي فين? في الحدث بتاع الفورم لود. ادي فورم ايه فورم تو. اقول له فورم ايه. فورم لود. فين فورم لود هنا? يعني وانت بتحمل الفورمة. حطيلي الناتج على طول بتاع الناتج. اهو. تعال كده نشغل. ها? يزيد بمقدر واحد واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشرة. لو لطلو فورم تو الناتج يزور مباشرة. قال لي عشرة. ليه? لان انا حطيت الكود ده داخل الفورم ايه? لو جدنا الفورم تلاتة ينقص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ودي فورم تو بقى موجود هنا ايه? الناتج هو بقى خمسة. ماشي? طبعا ليه ما زهرش الناتج لما انا رجعت? لان الفورمة بالفعل كان معمول لها لود. كان معمول لها هيد وهي موجودة في الزاكرة. مش هنتوسع اوي في الجزء ده. شكرا وانسألكم الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.